أكد اتحاد كرة القدم مشاركة أندية الفيصل والوحدات والرمثة في بطولة القدس والكرامة التي ستقام في فلسطين وقال اتحاد كرة القدم إنه يسعى للتشكيل وفد إعلامي لتغطية هذه البطولة التي تقام في الأيام من التاسع عشر وحتى التاسع والعشرين من شهر آذار المقبل وأوضح الاتحاد أن الرمثة يشارك في هذه البطولة بصفته بطلاً لدور المحترفين للموسم الماضي والوحدات بصفته وصيفاً لبطل الدور والفيصل بصفته بطلاً لكأس الأردن في محافظة المفرق افتتحت مبادرة لعدة برامج رياضية في قضاء رحاب تحت عنوان نجوم المفرق بهدف تدريب اليافعين من 11 عاماً إلى 14 عاماً على رياضات مختلفة وتأتي هذه المبادرة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبتنفيذ من الجمعية الملكية للتوعية الصحية وأوضح رئيس مركز شباب رحاب عيسى الحراحشة أنه تم التنسيق على أن تكون المبادرة عبارة عن ملعب متعدد الأغراض يشمل كرة القدم والسلة والطائرة واليد بالإضافة لألعاب متنوعة تم تجهيزها من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذه المبادرة تم تنفيذها من قبل منظمة اليو اس ايد بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية تم زيارة المركز من قبلهم وتطلع لاحتياجات المجتمع المحلي نسقنا على أن تكون المبادرة عبارة عن ملعب متعدد الأغراض بشمل كرة طائرة وكرة قدم وكرة سلة وكرة يد المبادرة اليوم نجوم المفرق هي واحدة من 15 مبادرة رياضية مجانية تم تنفيذهم بمختلف محافظات المملكة مبادرة نجوم المفرق تهدف إلى تدريب اليافعين من عمر 11 إلى 14 سنة على الرياضات مختلفة منها رياضة كرة القدم والسلة والطائرة والريشة بهدف تأهيلهم للاشتراك بأندية رياضية تابعة كمان للمنطقة زي ما شفت اليوم كان في عندنا انطلاق أولى فاعليات المبادرة اللي هي حفل الافتتاح اخترنا طبعا قضاء ارحاب لأنه حبينا نخدم الشباب هون شفنا أنه الأولاد عندهم حبين أنهم يمارسوا الرياضات لكن للأسف ما تتوفر عندهم ممكن الأدوات اللازمة أو الأماكن اللازمة في كرة القدم العالمية يستقبل يوفنتوس الليلة على ملعبه ليانز ستيديم نظيره نابولي في اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدور الإيطالي لكرة القدم صاحب الأرض يوفنتوس يدخل هذا اللقاء ساعيا إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي باحثا عن التقدم للمراكز الأربعة الأولى حيث يقع اليوفي في المركز الخامس برصيد 34 نقطة مبتعدا عن صاحب المركز الرابع أتالنتا بفارق أربع نقاط على الجهة المقابلة يأمل نابولي تعويض خسارته الأخيرة في الدوري بالفوز على يوفنتوس ومواصلة مطاردة الوصيف ميلا وضعت شلسي قدما في نهاية كأس رابطات الأندية الإنجليزية المحترفة بعد فوزه على توتنهام بهدفين دون رد أمس على ملعب ستانفورد بريج في ذهابه النصف النهائي سجل هدفين شلسي كل من كاي هاورتز في الدقيقة الخامسة ولاعب توتنهام بن ديفيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة والثلاثين وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل حيث يلتقي الفائز في النهائي على ملعب ويمبلي المنتصر من المواجهة الثانية والتي تجمع بين ليفربول وأرسنل أعلن نادي منشستر سيتي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي إصابة المدرب الإسباني بيب جوارديولا بفيروس كورونا وأضح منشستر سيتي أن جوارديولا لن يتمكن من قيادة الفريق يوم غدا في مباراة كأس إنجلترا المقررة أمام سويندون تاون وأكد سيتي أن نتيجة الاختبار جاءت إيجابية لجوارديولا ومساعده إخوان ماليلو إلى جانب اكتشاف عدة إصابات بالفيروس في صفوف الفريق قررت السلطات الأسترالية ترحيل نجم كرة التنس الصربي نوفاك جوغوفيتش بعد إلغاء تأشيرته وقال مسؤولون حدوديون في بيان إن أستراليا ألغت تأشيرة دخول جوغوفيتش بعد أن تعذر عليه تلبية متطلبات الدخول الصارمة ولذا أصرت السلطات الأسترالية على عدم دخول جوغوفيتش دون تلقي اللقاح وكان النجم الصربي قد توجه إلى ميلبورن لخوض بطولة أستراليا المفتوحة للتنس قبل أن يصطدم بقرار السلطات الأسترالية التي استقرت على ترحيله في نهاية المطاف